بمناسبة حضور الرئيس الصيني شي جينبين، القمة الخامسة عشر لمجموعة بريكس وزيارته إلى جنوب أفريقيا، أعلنت مجموعة الصين للإعلام وهيئة الإذاعة الجنوب أفريقية عن إطلاق سلسلة وثائقية بعنوان 25 عاماً، سجلات للصداقة والتعاون بين الصين وجنوب أفريقيا. ومن خلال تسجيل العلاقة الأخوية بين الصين وجنوب أفريقيا، يتطلع الفيلم إلى المستقبل المشرق لبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين البلدين. ويأمل الجانبان في اغتنام هذه الفرصة لمواصلة استكشاف نموذج جديد للتعاون متبادل للمنفع الشامل، ولتقديم إسهامات أكبر لتعزيز التواصل بين الشعبين والتعلم المتبادل بين الحضارتين. كما توصلت مجموعة الصين للإعلام إلى توافق تعاون واسع النطاق مع العديد من المنظمات والمؤسسات، مثل اتحاد الإذاعات الأفريقية، واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، وجامعة جوهانسبورغ. ويصادف هذا العام الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، والذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجنوب أفريقيا. وعلى مدى السنوات الماضية، أصبحت العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا واحدة من أكثر العلاقات الثنائية ديناميكية بين الدول النامية.